حسألك سؤال صعب لانه عارف طبعا انه صعب ديبلوماسي انك تجاوب عليه بس ممكن اي حد زي ما هو عايز يفكر في اي شكل من اشكال المؤامرة هو من ناحيته بيفكر لكن انك انت كطرف عربي تستجيب للمؤامرة وتصبح اداة فيها وتحقق هالو دي بقى حاجة مسؤوليتك انت بالزبط الموضوع ده لا يصيبك يعني بحالة من الاستفزاز الشديد اصلية المسألة اي المسألة انه البشر بتختلف مناحيهم ومنهجهم في الحياة في من يشرب ويقرأ الفكر الغربي والعلمانية الغربية او الحكم المدني الغربي ويبغي تنفيزه بالكامل وفورا وبدون تدرج في مجتمعتنا وفي من يرى هذه النواية ويقول انه علينا ان نتدبر التقدم والتطور وبناء الديمقراطية وتأمين حقوق الانسان في مجتمعاتنا وتوفير مستوى معيشة لائق لمواطنين والتعليم والثقافة ونقل مجتمعاتنا من هذه المرحلة الى تلك ولكن ان يتم ذلك بمنهج متدرج بدون استخدام العنف عايزي الصراحة انت دلوقتي هربت منك لا لا اطلاق لا بإجابة ثقافية على سؤال سياسي عندك ناس اعضاء في جامعة الدول العربية دول اعضاء يرون ان هناك مؤامرة ترسم في الخارج باي منطق ان اتحول ان اكون اداء في يد المؤامرة اللي انا عارف انها مؤامرة الرأي العام العربي وانت مش مسؤول امام الدول وبس انت مسؤول امام الرأي العام العربي مش قادر يفهم ليه انا اشترك في شنق نفسي يعني واحد جايب لي حبله بيقول لي اشرق نفسك فروح انا جايبه وشارك كورسي ووقفه ايه وزق الكورسي برجل الظروف العربية اعماد حكمت هذا بمعنى الظروف العربية ولذلك انا اعتقد انا شخصيا اعتقد ان الناس كثيرين وتوجهات كثيرة سوف يصبها اللوم في مستقبل الايام نتيجة ليه ما تشير اليه ما تشير اليه بمعنى لما يتآمر مسؤول عربي كبير على دولة او عدة دول فتأتي الظروف ويأتي المناخ اللي يدفعه التمن لهذا التآمر تآمر الى حد الرغبة في القتل فده كله هي سلسلة الاخطاء سلسلة الاخطاء اللي وقع فيها الحكام على مدى فترة طويلة فترة طويلة ممارسات على فترة طويلة انت اتكلمت على جيوش نعم انا عاوز اقول انه هذه السنائية الرائعة ما بين الشعب المصري والجيش المصري اللي هي فتحت 30 يونيو ومكنت القوات المسلحة المصرية ان تتحمل مسؤوليتها تجاه الوطن والشعب هنا بنتكلم بقى على الجيش الوطني مش اي جيش دي نقطة مهمة الجيش الوطني تمام وبالتالي تم تخلص مصر والجيش المصري قد ايه منساجم مع بعضه بتولفته يعني ما بنقولش جنجي من 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 مذهب معين وقائد من مذهب اخر ما بنقولش انه جنجي من قبيلة وجنجي من قبيلة اخرى لمن لا يعرف بس محلق دخل ان والد حضرتك كان احد يعني الضباط المجاد في الجيش المصري كان احد قادة القوات الجوية المصرية نعم نعم حتى عام حتى عام 62 فانت بالتجربة وبالتنشئة تعلم يعني ايه انا تربيت في القواعد الجوية المصرية فتعلم يعني ايه مؤسسة عسكرية فاعرف احساس المصري العسكري المصري سواء زابط او صف زابط او جندي كيف تغرس في الوطنية المصرية الى الحد انه هو في اي لعظة مستعد انه هو يستشهد ده احساسي كان بيجيلي وانا بكلم ابويا انه هو ازاي مستعد انه بكرة الصبح مايبقاش موجود فده الدور اللي قام بالجيش المصري مش كل الجيوش على هذا على هذه الشكلة